اللي هما تلعوا من المباراة كان فيه إصابات خفيفة عندهم إجهاد أو حاجة الحمد لله كلهم حالتهم كويسة جداً ومستعدين للمباراة الجميع مستعدين للمباراة الجميع عارف كويس أو أهمية المباراة خصوصاً بعد التعادل في المباراة الأولى مع موزنبيق كان فيه بعض البطء في الشوت الأولاني ده تغلبنا عليه أنه إحنا غيرنا الطريقة وبدأت نلعب لقدام بشكل كبير الشوت الأولاني هي المشكلة ما كانتش عندنا بقدر أن أي فريق بيواجه فرقة بتلعب بهذا التكتل بتلاقي صعوبة يعني فرقة كبيرة لما بتلاقي فرقة بتلعب بتكتل كبير كده بتلاقي صعوبة إحنا الماتش اللي فات لعبنا بطريقة في الشوت الأولاني غيرناها بعد خمس دائق بالضبط من الشوت تاني وغيرناها تاني ممكن لعبنا بتلت طرق نهينا بشكل كويس كان فيه كسافة عددية كل شيء وارد في المباراة القادمة إن شاء الله بإذن الله فرقنا على ماتش السنغال وناجيريا بيلعبوا بأسلوب مختلف عن موزنبيق بيلعبوا مفتوح طبعاً فلا الأمور هتبقى مختلفة أعتقد بشكل كبير عن المباراة السابقة يعني لما تلاقي بحد بيلعب لعب مفتوحه كده بيبقى الأمور أحسن شوية بالنسبة لك يعني خصوصاً زي ما بقول إن فرق كبيرة جداً جداً بتعاني لما فرق بتلعب بهذا التكتل أمامها فبعتقد إن شاء الله إن الماتش بتاع ناجيريا اللي إحنا مركزين فيه لا هي بقى ماتش مفتوح أكتر لإن برضو هم مع مغلوبين أول ماتش فطبيعاً هو برضو يلعب مفتوح طيب هنكمل مع حضراتكم حلقتنا يعني وجود طبعاً كابتان الجميل كابتان ريد عبد العال نجمة البريمو الدائم وتحليلاته دائماً الرائعة خلال تواجده طبعاً احنا نتكلم على مباراة الأسوان والأهلي والفوز 3-0 عندنا طبعاً مباراة الدوري الباقية وأيضاً استعداد منتخابنا كابتان محمود جابر كان بيتكلم في الوقت الحالي والمؤتمر الصحفي النهاردة عن مباراة الغد أمام ناجيريا وهي مباراة مصرية منتخابنا الوطني لاستكمال مشواره إن شاء الله للوصول لأول أربعة يعني احنا عايزين نوصل وناخد البطولة عشان البطولة على أرضنا لكن الوصول لكأس العالم يتطلب أن تبقى موجود في أول أربع فرق في هذه البطولة لكن نتمنى إن شاء الله بكرة الأمور تبقى مستقرة والأمور تتحسن في النتيجة والأداء من خلال منتخابنا الوطني للشباب أمام ناجيريا بأمر الله طيب هنا رحب بكابتنا الكبير كابترد عبدالعال كابترد عبدالعال كابترد برحب بكابترد حبيب يا رباك بركيا محمد الله أقوله تماما زي الفولة حبيب طيب قبل ما هتكلم معاك في تفاصيل المتش النهاردة الأهلي بفوزه النهاردة لعب 16 لقاء كسب 12 مباراة تعادل فيه أربعة الفريق الوحيد فيه الدانونتاز لم يهزم حتى الآن عنده 29 هدف أقوى خط هجوم عليه أربع خمس أهداف برضو أقوى خط دفاع وأربعين نقطة ويتصدر جدول الدوري ويتبقى طبعا ليه ثلاث لقاءات بالنسبة ليه مباراة مؤجلة نتيجة طبعا مشاركته في كأس العالم الأندية وفي نفس الوقت دوري الأطوة هتلينا بقى كابترد عبدالعال طلعت ماتش النهاردة رأيك فنيا بعد يعني تغيير ست لعبين تدوير بقى الرجل بيعملو ست لعبين يعني مشاركه النهاردة كانوا متواجدين في مباراة الهلال السودانية هو ده سبب الفقوص تغيير النهاردة اللعبة اللعية ما كانتش فاقة وده كان مفروض يحصل في ماتش الهلال وما فيش حد يقول لي لأ أقص الخبرة وما فيش حاجة اسمها خبرة طالما متأيد في النادي الآلي أو في النادي الزمال تلعب قدام الجن الأزرق حال واخد بلد الماتش اللي فات النادي الآلي بتاع النادي الآلي السوداني ما راحش لإني فيه لعبة واضح عليها البدن بتاع حوائع كان لازم يعمل النهاردة النادي الآلي كسب ليه لإني التغييرات دي ضغط في أول عشر دقايق ربع ساعة جابوا جون جابوا التاني جابوا التالت ماتش انتهى خلاص الدنيا تسهلت وبقى زي الفن ووقفين على رجليهم بدأ الستة اللي هم عملوا التغييرات اللي انت شفتها دي لو كان عمل الكلام ده في ماتش اليلال أقل حاجة ما كانش خسر أقل حاجة لأنك انت في ماتش اليلال ما روحتش خالص غير بالكرة بتاع تحسين الشحان يعني لو ابتدت تشكيلة اليوم النهاردة في ماتش الهدى كانت الأمور ممكن تختلف تختلف جده كنت تخسر لعبة مرهقة بدنيا جاية في أقل من 15 يوم لعبين ست ماتش اوات ده طبيعي اللعيبة مش مكن واخد بالك فالكلف هينزل فانت حتى اللاحظ في ماتش اليلال السناني الماتش اللي فات اللعيبة مش قادرة تضغط بقى لاش تضغط مش قادرة تاجل مراحوش للجنب زي ما راحوا النهاردة مفيش الحتة اللي هي الهجومية اللي انت بتضغط من قدام ما كانتش موجودة خالص الماتش اللي فات ده بتقع الهلال كان الديفنس بتاع نادي اليلال كان ملاب على نص الملعب او بعد نص الملعب خطوطين يعني اذا ان النادي الالي سعب لهم الدنيا دي كلها فانا شايف النهاردة سبب الفوز التغييرات اللي حصلت في التشكيل بالتغييرات دي تغير موقفك من كل ركابتن في الفكر التدريبي لا لسه احنا احنا اشدنا به في مطش الريال ان هو لعب بطريقة هجومية لان كان المتوقع ان هيلعب بثلاثة في نص الملعب وهيدافع ويقفل مساحات والكلام ده مش هبقلك اي تواجد فلما لعب باثنين قلنا كويس فانت انت مصر ليني دايما تقول لي ايه كولر ايه مش مقتنع بيه انا المدرب بالنسبالي اختياراته اللعيبة اختيار الخطة المناسبة للفريده قدامه سدق بالله النهاردة انت بتقول لي هم تعترف ان الراجل عشان غير كسب ايه عشان بس انت عارض لو كان كسب جراءة لا لا مش جراءة مش جراءة هو لو كان اسمعني بس لو كان كسب اسمعني بس انا اقول لك بس لو كسب مطش الهلال او تعادل مامور ما كان هيغير هي الهزيمة خسارة غيرها اه طبعا طبعا اي مدرب كده لفكر الراجل بيغير من هو في كاس العلماندية عشان يعام كاس العلماندية حبيب قلبي حبيب قلبي اه انت اول مطش اللعبته في كاس العلم هو الريال اول اختبار حقيقي ليك سيبك من المطشين الاولينيين المطشين الاولينيين محدش يعرفهم كنت بتلعب بتلاتة دفندرات صح ولا غلط اول مطشين اوك انت تعرف حد في الفرقة بتاع سياتل دي ولا التانية اوكلاند سيتي الفرقة بقالها ثلاث شهور ما بتلعبش والفرقة التانية لسه بدقين الدوري بتاعهم يعني لسه ما دخلوش فورما وما نعرفش وطبيعي النادي الاهلي يكسبهم وانا ساعتها قلتلك هنا قلتلك اول مطش النادي الاهلي هيلعبه بقى بجد او كاس العلماندية يبدأ من مطش الريال ما طبيعا الريال انت مش شايف الريال عامل ايه في ليفربول دلوقتي لا انت اللي في وقته ما الريال كان وحش قبل ما يروح البطولة الاهلي هو اللي فوق الريال مدرير اه طبعا والنهاردة ده السبب الاهلي والريال اللي بيحسب دلوقتي في اللي فربول هو سوى الاهلي عشان بس ما ناخدش الكلام ونكتزي فيه حاجات الريال فوق لما كسب الاهلي وبعدها كسب الهلال اه الهلال السعودي اه فده فوقه ده رجع السقة تانية وخد بطولة بيه فقده هو قبل ما يروح الريال مدرير قبل ما يروح البطولة بتاع كاس عالم مش كان ماتش يوم الحد هو يلعب يوم الاربع خسر الماتش فاكر ولا مش فاكر فرايح محطم فكسب وبعد كده كسب وخد البطولة يعني كسب كمان وخد البطولة فراجع بقى الانفراجة بقى والفوقان وخلاص بقى ايه المشكلة بقى انا فوقتي تاني بيحراز البطولة مش كان خسران قابليها اه كاس السوبر اللي هو الاسباني وخسران في الدوري واحد صفر من الفرقة اللي هي ما كانش شايف فاعد فهو بغض النظر بقى عن بلعب مين بس هو الماتش بتاع الاهلي والماتش بتاع الريال بغض الهلال بغض النظر عن هو بلعب مين ماتشين بيكسب اربعة والماتش التاني بيكسب خمسة وبيحرز البطولة دي فراجع مع نوياته في السماء فلازم يحصل كده طيب هنرجع لكولورتين التغييرات اللي هو عملها عشان خسر الماتش بتاع الهلال دي مش ثقة في لعبته وجراءة منه اللي هو داخل ماتش على فكرة هو عارف ان الفريق ده كسب الزمالك اللي هو الغريمي التقليد وفريق قوي بالنسبة وبالتالي لازم حرصه يبقى اكتر اولا رقم واحد ان هو عشان يقول لي الجمهوره انا بكسب الفريق اللي كسب غريمي انت اي حد بيكسب الزمالك دي بقى دي ده الزمالك دلوقتي في الوقت اللي هو اسوان كان بداي يعني في الوقت اللي انت بتقول لي بتاع اسوان ده ملتشت الفرق اي فرق يعني لعب اسوان خسر لعب الداخلية تعادل في الوقت يتبضل الضايا لعب فارقه خسر ثلاثة لعب المحلة خسر اثنين لعب الآله خسر ثلاثة صحي ولا غلط ستيجي تقول لي بقى انا عشان ان نكسب ايو بس كان بدايتها اسوان يعني اسوء ما كانش ما اختلافتش معك بس انا بقولك ايه اي فرقة عايزة تترسم بتترسم على نات الزمالك وعلى مدرب نات الزمالك طيب انا كان مجميل فاني انا بالنسبة لي الاهلي وطبعا هو اكيد طبعا فهم الجمهور بفكر ما فيمش ليه في المانكو ما فيمش ليه الريال ما تهدى بقى عالصبر خلينا ايو دا نبدأ الحرقة لادا انت كنت لي بواسك هنا ان انت هتكسب الريال دا انت بتكلمني قبل ما نطلع اوى يوميا احنا بنأمل ان يعملها مفيش امل اه لازم تعرف حاجم ايه الطموح يابا اسمعها ايه الطموح طموح موحيش كبت اه معدول لا ازاي يعني مش عافية دكورة 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 يابا ماشي الله ما فيمش بس عايزة ما انتكسبتها وكسبت بعد كده ايه اسي روما او كسبت فرق مكتبي ابودي الودي حاجة انت من يوم ما دخلت داخل MER ودي لما كسبته لما لعبته في البطولة زي كاس العالم الاندية عمل فيكك ايه كسبك انت من يوم ما دخلت كاس العالم الاندية لغاية دلوقتي كسبت فرقة مسماعة يعني مسلا الهلال لا انت ما وصلتش للنهائي لكن بتاخد مركز ثالث ما بتكسبش يعني كل فرقة بايروميونيك كذبك اه قصدي اه بايروميونيك وعندك انت اهو المطشي دو بتاع الريال وكان فيه قبل كده مين لما انت وصلت لا انا مش عايزين ديضحك بص احنا على قدنا هنا احنا هنا النادي القلق سيد افريقيا انا معاك بعد افريقيا انس اقف ونعيد حساباتنا انا في مراحل اسمع ايو انا معاك انا متفق معك على فكرة اسمع انا متفق انها لسه محتاجين نروح لحتة تانية في العالمية والنادي الاهل لاني ده مدرب عنده فكري بجد. ما عندوش حاجة اسمها هخاف والعب اربعة زندرات وتلاتة مساكين وحارسين مرمى وما فيش الكلام ده. كنت توهيتين يعني أنا كنت بعايزة اسألك في خاص بماتش المقارنة المقارنة ما بين كولر في ماتش اسوان وفيرير في ماتش اسوان برد. اولا ده في ماتش اسوان كان رايح ومفكر نفسه ان هو اه احسى مدرب جيف في تاريخ الحالة. اللي هو مين? خريرة. فاطلطش ومعرفش يرجع المباراة مع اني مفروض دي هنا بقى حتى لو دخل فيها جنين تلاتة انا فريق كبير لازم ارجع. اه اه كولر بقى رايح وخايف من بعد الهزيمة اللي فاتت بتاعة الهلال السوداني. لان لو اخفق هنا. بعد الهزيمة من الزمالك اه اصوان كيكسب الزمالك? ما خافش من دي وخافت من بتاع الهلال. يا ابني ايو خايف من. لا لا هو انت اخر مطش اللي هتعمل في ايه? اه. اعمل اخر ماشي تخسرت. بس انا بتكلم بعضو. ماشي. مطشين واربع. بتبص مطش الزمالك اللي هو الفريق الكبير اللي قدام. يا حبيبي ما تبصش. انت لو بصيت هتكتعمل. انا مفروض ما بصش على حد. انا مفروض دلوقتي انا ركب الجدول. واللي مديني نركب الجدول ان كل الفرق وحشة. انت عمال هناك في كاس العالم وهنا الزمالك عمال يقع. انت هناك اه اه بكسبت اول مطشين والزمالك هنا واقعلك فارق واقعلك مش عارف فين اه اه المحل على ما اعتقد. واخد بالك. فالدنيا م م م م م م م صودة يعني. فانت عملت يعني بيجي لك على طبق من دهب. مش من فضل من دهب. واخد بالك. فده مفروض ان هو بعد ما يرجع من كاس العالم مفروض ان يشيل الدوري وخلاص ويروح. واحد يقول لي بقى لا ده الدوري انتها لا. بالمستوى اللي احنا شايفينه وبمستوى الفرق اللي احنا بنشوفه ده. لا خلاص كده الالي كل سنة من طايم. خلاص كده. ايه مفروض بقى يركز في افريقيا بقى. ماتش زي النهار ده هو ماتش دوري. ماتش دوري? ماتش دوري اه خلاص. يا حبيبي لا اه واقع. ده اللي اصدك عليه يعني. ولا اصدك من غير له ثلاثة. طيب ثلاثة اه سنة سنة. حتى لو خسره. ان النهار ده تبتلع في الاسموعة تسعتاشر. هيبقى خسره من نادي الان. هيبقى تسعة بنت. ده لو خسر. هيبقى الفرق الكام. يعني هيخسر تسعة بنت. من اربعتاشر بنت. اتبتبص لزمالك ولا بتبص لزمالك? لا الزمالك بيرامدز ايه. انا بيرامدز التاني. يا حبيبي لا اه اسمع. الزمالك الخامس افكرة اه اه الرابع. برضو مهما كان انت مببصش هلا على الزمالك. وانت السنة اللي فاتت والاهل واقع كان التالت. انت ما كنتش بتبص اللي على الزمالك وانا ببص على الاهلي. اه. انت واخد بالك. احنا كده يا كده. انا ما اللي اتنين التانيين مع كل الاحترام ليهم بيرامدز وفيوتشار واسموحة وكل الفرقة دي. دي مش اصحاب النفس الطويل. طيب. هطلع على فاصل لان دسه عندنا كلام في الماتش. فنيا لعبين ممكن بتشوفهم النهاردة صفقات اللي حدثة كنت تتكلم عليها سبقى. خالد او مروان. رجوعه كهربا. افشا ورجوعه هدف. رائع بيحطه. كلام كتير في الماتش فنين صراحة مع كابتال رضا هيتكمل معنا. وحديثنا عن هذا اللقاء. نطلع على فاصل كمين مع حضراتكم. هنكمل مع حضراتكم. كابتال رضا عبدالعال نجميلنا النهاردة في بريمو ما تكمل معنا. حدثنا عن مباراة اليوم. وهمها طبعا مباراة اسوان والآهل والفوز تلاتة صف. لكن قبل ما نتكلم على الجزء الفني كمان مع كابتال رضا. فني بس اقول لكم انتهت مباراة ريال مدريد وليفر بول. بفوز ريال خمسة اتنين. مباراة جميلة على ملعب ليفر بول. انفلد في انجلترا. ويعني النتيجة صعبة جدا جدا على ليفر بول. النهاردة نجم اللقاء كريم بنزيمة. وفينيس جونيو. النهاردة بيحرزوا كل واحد منهم اتنين. وميليتاو بيحرز هدف الخامس او واحد احد الاهداف. امام حضراتكم طبعا النتائج. خمسة اتنين لريال مدريد على ليفر بول. وفوز نابولي اتنين صفر على فرانكفورت. دي نتائج النهاردة في دوري الابطال. يعني بعيد بقى عن نتيجة النهاردة. نجمينا محمد صلاح. احرز هدف. وعادل رقم درجبة في الاهداف فيه دوري الابطال بالنسبة لللاعبين الافارقة او من قارة افريقيا المتواجدين فيه الدوري الانجليزي. حاجة محترمة نجمينا وفخر العرب. نجمي مصر وفخر العرب فيه كرة القدم الاوروبية والعالمية. نهاردة يعني ان شاء الله كمان يعدي رقم درجبة. وبالتالي يعني الهدف نهاردة كان مهم جدا لنجمينا محمد صلاح اللي عمل اسست في بداية اللقاء. وهدف احرزه من خطأ كورتوه اللي يمكن خطأ غريب جدا. آآ عملوا آآ حارس كبير. ادر يستغله صلاح بهدف آآ آآ ليه النهاردة الهدف التاني اللي كان لليفر بول وكانوا متقدمين اتنين صفر. لكن الوضع اختلف تماما تماما آآ للريال ادر ان هو يحرص خمس اهداف. حاجة فوق الطبيعة في كرة القدم. رأيك في الموضوع كاتن يعني انا عارف ان احنا ما تفرجلاش لان احنا كنا متواجدين هنا. لكن العودة بالنسبة للريال ده بتشوفه ازاي في كرة القدم. على فريق كبير زي الليفر بول يعني. لا الليفر بول السنة دي مش كبير. هو الكبير اللي فيه محمد صلوح. آآ الرجل اتغر بالزبط زي بالزبط آآ مدارب الزمالي. ان هو بيعمل من فسيخ شرباط. واي لعيب هيجي هيخش في المنظومة بسرعة. آآ مشي اتنين من عنده. انا شايف من اهم اللعيبة وخصوصا من فرمينيو وساديو مانيدا. مجابش حد مكانهم. يعني مفروض. نونس ده كتن كويس اللي احرز هدف الاول. يعني لعيب كويس. اللي احرز هدف الاول. ده بيضايق اجوان بالعبيط يا فرو. اه ده وجاء اعمالي. يعني ابتدى يعني برضو كان عنده مشكلة كان عنده عدم ثقة يعني. لكن هو بتحرك كويس قوي بيروح للمرماتية. احنا اللي كانوا بيخفوا الضغط على صلاح. مين? مم. فرمينيو لما بينزل استلم ويعمل محطة. ملعب صلاح لما بيخش مكانه. او سادي ومانيد لما بيوقتم ويخش ويقول لها صلاح. اطيع له بمجاح اطيطة. فالناس دي فرقة كتير مع صلاح. مم. ومع الفرقة. ثم انت لما جبت لعيبة ما جبتش لعيبة على المستوى ان انت تنافس بيها. مم. اللي هي مش هقول لك مية في المية زي فرمينيو سادي ومانيد. لأ هاتهم يعامل ستين سبعين في المية. ومع الماتشاط هيزيدوا. مم. واخد بالك دي حاجة. تاني حاجة لعبة نص الملعب. ده كلها عوجيز. ميل نارة. انا ما عرفش دي نيلسون دي الله اسمه ايه. واخد بالك. واللي ورا كمان الديفنسف ضيحة. والحارس النهاردة كمان ربنا كرمه. غلط زي ما كرتوبا غلط ده غلط. الاتنين بيقلدوا بعض. لا بس النهاردة من لما لعبش كابتن كان هندرسون وفرقينو. انا بقول لك على. اه. على الاساسين. اموما يعني. في ماتشاط بيلعبوها. مم. ودول كوبار في السن. مم. هو برضو اتفاع بوحش اوي. يعني في ظل وجود فان دايك وجوميز. لكن برضو اه. يحشين. جدا. عشان نص الملعب وحش. مم. خلي بالك. ما انت نص الملعب لما بيكون قوي. بيقلل الخطورة على الديفنس. مهما كان الديفنس وحش. مم. فنص الملعب مهلهل. مفهوش الا اللي هو لعيب اسبانيا ده. اللي هو كان في اسبانيا في برشولو هنا. اللي كان في. فتيت. لا 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 اسمه ايه اللي هو. انه كده. في هندرسن. هندرسن. في هندرسن وفابينو النهاردة وبتيتش. لا فيه اللي هو. فنالدو ما كابتن. لا بتاع اللي كان بيلعب في برشولونا وراح بايرمي هناك اسمه ايه. اخوه بيلعب كان في برشولونا ولسه ماشي. الكنتار يا كابتن. ايوة. الكنتار. هو ده اللي في نص الملعب. وبعد كده الباقي كله حشو. والباقي كله واقعين. والباقي كله محدش. لو بكريت عايش في دور ان هو احسن بكريت في العالم بيشوت من اي حتة. ارنولد. ارنولد. وبيترقص سهل جدا وما بيدمس بسرعة. لا في حاجات كتيرة يعني. اه مفروض ان لازم اعادة هيكلة تاني. اه. وانت عشان تنافس لازم تجيب لعيبة. ريال كده وصل خلاص. مش شرط مش لسه ده ده دور المجمعات. اه. ماشي مش شرط. لا ده كابتن اه زهاب وعود. ده زهاب عودة. بس ما مفيش المجمعات لا والله. زهاب وعودة. صاح شباب عشان بس انا. انت يقلي لأ. زهاب عودة. زهاب وعودة كده. يبقى كده على ايه العودة. اه لا خمسة كمينة. على ايه العودة. هو على ملعب. يعني على ملعب الليفر. صعب جدا. بس انا همنا. همنا ان السلاح برضو يعني النهاردة بيبقى موجود. عملك جول واسست. طب انت عزي تاني. اللي الناس بتهاجموا. بتهاجموا ليه. يا عم روح انت وكتاب اللي ما اتعرف تعدي من حوالي من من جنب النادي. ويقعد يقول لك يعني انا انا. ايش لو عرفت تسفر اصلا هناك. ده وفي ناس فرحانة هنا في القناة. يقول لك قده صلاح اللي كان بيتنطط. اكسم بجلالة الله. ده حاجة تخنق يا عم. انت هو يجد عمش مصنوع. يا جماعة لأ نطلع له بقى نطلع له. مع هرب. لما خرجت انا وبتكلم هرب يعني. انت ده شرف لنا يا جدعانة. ومن امتى بنشوف واحد في الدوري. الابطال. ان بيجيب جون ويعمل جون. لا 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 بص. كل قوم. وان انت تهاجم واحد ابن بلدك بيلعب. هاجمه هنا. يعني احنا بسلا انني لما بيجي هنا بنهاجمه. عن النني يا اوه ما شاء الله الارسنر كمان بيجدد عقده بيمدد عقده. حبيبي لا انا بكلمك هنا. ما شاء الله عليه. هنا. اه. على قدنا هنا. يجي. لو لو بيموت نفسه. هنشوفه دماغنا. زي تريزيجي وزي صلاح. اه. انما في لعيبة بتيجي بالشكة والسكينة زيه. وزي مربو. فعشان كده ممكن ننتقده هنا. انما هناك. لا نرفع له الكباحة. انت بتلعب احلى واقوى اه. اندية في العالم. اه. انت اخذ ده لك. ما لنا له رب ان شاء الله صلاح يعني اه. دايما يعني ايه. ندخلنا اهل وزمالك. واني ده انا يروح ازا. اسمع في عقليات مريضة اسمعني. وحيات ربنا. في ناس بتفرح فيه عشان ان هو ما بيقولش ان انا اهلاوي او في اه 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 ان انا كنت راح الزماء كده. يا عمد اللي بيعملوا ده اكسم بجلالة اللي ما حد هيعملوا تاني. صعب. شخل المصر كلها. اضربنا في الخلاط كلنا تاني. وطلع ربع صلاح مش هتطلع. بطفق معنا. حقيقة الموضوع صعب مش. يا عمد اللي بيجيب جود هنا في الدور بتاعنا ما بتعرفش يتكلمه بعد كده. ويسهر ويخرج ويعمل لك شعر ويعمل لك شرط ويعمل لك العربية بتاعته باجناحات. ايه يا عم في ايه? صلاح جايب اكتر من مية جولة كانت في دور الانجليزي اهو في دور ابطال اهو اربعة واربعين هدف. يعني انت. دور ابطال ده غير انه اخد دور ابطال اخد دور انجليزي هدف الدور انجليزي. اهو احسن لعب كم مرة بقى. ويترشح. ودولة اللاعب من تحت الترابيزة كان خد احسن لعيب في العالم. ولعيب اه اخد هدف التاريخي بالنسبة الليفربول في. انت انا واحد جاب تمن تجوان قعدنا نشيل للدنيا ونقعد ويقول هو وهو. والاسطورة وال. انما امام عشور ما ما يجيش منه كابتن في اوروبا بقى يعني. محدش هيعمل. زي صلاح. ايه ممكن يبقى كويس. بس محدش خلاص هيطلع يمسك يجيب مدينة يعني يقود مدينة. تفائل انا بقول لك اسمها الكلام. اه. انا اتمنى له كل التوفيق طبعا. اه. بس انا بقول لك العقليات تفرق كتير. العزيمة والاسرار بتاع صلاح. ان بياخد بطولة بيركينة على جنب وعينه على حاجة اعلى. انا خدت دي عيني على حاجة اعلى. انا بقول لك. ده فيه ناس يطرب بنا لو خادت بقول لك مدين يا صفيح لتيجي تضربنا هنا. طبعا العقلية اللاعب بتفرق كتير اه. لا والإنكانيات بقى والالتزام و. موضوع هناك مختلف برد. ايوة طبعا. يعني اه كل حاجة كل حاجة. مش بتكلمك بس انا بقى على ارضية ملعب بس. ولا اه ايه. لا كل حاجة. كل حاجة انا انا روحت هناك نادي درجة اه في الشامبينشيب. اه. في القسم التاني يعني بما. ايو ايو. ايو. لا امكانيات حتى في القسم التاني يعني توهمك. ده الكلام ده من سنين طويلة. احسن من هنا من يوم. ما بالك بقى احنا بنتكلم في الوقت الحالي مع تطوره الكرة واللي بيحصل. لا الوضع صراح في اه في قصة تانية خالص خالص. اعمل ربنا يبارك فيه. هو برضو يعني بيصون النعمة و بيركز و وعايز يعمل حاجة نفسه و تكون مختلف. انا بزهرب على الناس اللي بتهجمه ده. ده حي. يعني مش مثلا يعني ما ما مش هقولك مرماش قاوي. ام. ويطلع اقولك على النات. هو صراح ما اعرفش. لا ما كل واحد بقى النات بيقول رأي بقى وانت عارف عالم افتراضي. لا اقول رأيك. اه. اقول رأيك. مع اللعبة. انت ما تعرفش ده اهدافه ايه برضو. ايو ماشي ما هي ما هي هي. اشتركوا في القناة. قدامه بتلعب. وطبعا كهرباء عشان بس ايه. ما ننساش كهرباء. ده برضو. يعني اه اه ولسه ما دخلش في القناة. خلي بالك ده هو ما وصلش خمسة في المية. او النهاردة حتى في حاجة تشد في رجله لانه برضو لسه. او حتى من قبل ما يجي ويشوت. اه. احس كده ان عمال يبص عايز يقول له ما عايز اغير. ام. وده وده طبيعي. لان يبقى له فترة ما بلعبش. ام. بس المشكلة بقى او الميزة ان هو لما بيلعب في الربع ساعة تلت ساعة بيركس يوم بيجيب جون. ام. عنده قوة تأثير في الملعب. دي تفرق كتير. ان هو بيجيب جون وبعد كده بيقول لك ان هو لسه انا بقول لك كل ده خمسة في المية. خمسة في المية من اللياقته البدنية وامكانياته الفنية وبعد كده اللياقة الزهنية وبعد كده اه الحساسية. كل الكلام ده هيجي. بس ربك بيكرمه الفترة دي. عشان يأكد للنادي الاهلي ان انا اهم من اي صفقة تجربتوها. وانا الاولى بتخليص الفلوس اللي هي علي. اه. ودي انا بقول لك الفترة اللي فاتت دي من اول ماكسس موح على غاية النهاردة. هو بيحط مجلس الادارة في حرك شديد. يعني مش عشان حق. لا عشان يعني اهو. انا بنزل بجيب جوان. ومين بقى صاحب القرار. ده لو الغرامة ما اتدفعتش. ما مش هيلعب. يبقى مين الخسران? النادي الاهلي. تريد النادي الاهلي هو اللي يتأثر. لان فرق في تلات اربع. لا هو وضع كمان راجل يعني بيصق فيه يعني. واحلى حاجة كمان في الراجل ان هو ايه? مش بيدوله على طول عشان ما احرقوش. خلي بالك. ان هو عارف ان هو لسه ليقتل بنجا ما اكتملتش. طيب اهو راجل اهو كويس اهو. ماشي بديه حتة نفسية. لا لا لا. ما هو حتة نفسية وحتة بدنية. قدر استغل للعيب امتى? وما احرقوش زي ما انت بتقول تقول كده فكرة البدني. ما هو انا دلوقتي هو انا رايحت عليه معلول ليه? لأ بس. الحمد الفاتحي. هقول لك ليه? لان هو عارف لو كان بدأ مسلا ماتش الريال مش هيبه هو قرب. اهو. بدأ ماتش فلمينجو. بدأ ماتش فلمينجو? تقريبا اه بدأ. تقريبا. 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 اخد في سموحة السكة. هو ده اللي خلاه كمل في ماتش الزمالك. هو ده اللي مديه له استمرارية لغاية النهاردة لما جاب الجون النهاردة. وكان جاج جون النهاردة بس كان قصايت قبل الجون اللي هو اتحسد. حقيقة. واخد بالك. فاعيزا ان الراجل في الفترة دي بيبقى مركز اول نجيب جون وبعد كده مش مهم بقى اكمل التسعين ديئة. هي مش بالكترة. هي اما حاجة بالكيف. يعني ان انا نزلت. بحشر ده ربع ساعة نص ساعة بس كان لها بصمة. كنت موهسة. غير لما تلعب التسعين دي او ما تحسش بيه. ووجود حسين الشحات. افشا. كهربا. احمد عبدالقادر. واحمد عبدالقادر. عملوا حلول كتير قوي. افضل من وجود مسلا. لا مش افضل. لا بص. طاهر مايلعبش. اه. يعني انا بكلمك على الارهاق بتعمطش الهلال. ما انت بتكلمة ده افضل تشكيلة ممكن النادي الاهلي يواجب بيها اي فريق ده لو ابتدى بيها. لا. لا. النهاردة. اه. النهاردة. بعد اللي حصل في المطش بتاع الهلال. يعني انت مثلا النهاردة الصلاة مش موجود ولا حمد فتح. لما هيرتاحه. ومعلول. ومعلول. لما هيرتاحه الاسجوع ده هتلاقيه المطش اللي جاي جايين ومدغدغين الدنيا. طيب. اه وجود مروان مع اه. مؤقت. ديان. اقنعك. اقنعك. اقنعك فرص الملعب. عادي. اصد دي حشو. يعني انت بتلعبك. اداءه. اداءه في الملعب. عادي جدا. ما حسيتش بيه خالص. يعني ازي يسيبك بقى النهاردة من كل يعني اللي كان بيعلق النهاردة حسسني مثلا ان انت جبته مدريتش. ونجمل مباراة. وانه هو اللي عامل. انا النهاردة اللي شال الليلة من اولة الاخيرة حسيني الشحات. ام. يعني ده اللي يتعمله واخد للراجل مباراة. ام. بس فيه انت عايز تنجح صفقات. فانت بتتكه على دي عشان الجمهور يعلق معنا. عشان الجمهور بيسمع. ما بيشوفش. احنا بقى بنسمع. لا احنا بنشوف وما بنسمعش. ده الفرق اللي بيننا وبين اي حد. عشان لما نطلع نقول. اه مروان ايه يعني انت. مش وحش. ايوه. ايوه. ده انا انا عايز اقوله. لا لا لا. هو الشقلب. مش ده مثلا. مش مع الوقت ما هو رضا عبدالعال او بالما بقى رضا عبدالعال اخد وقت. لا يا حبي. ولا على طول انت نزلتك كده. لا لا على طول. اه ده من بطن امي على طول على الملعب. ايه عميه. كده على طول. اصداد بندر. بص. دايما ما اكرنوش باللعيب اللي بيبقى عنده حلول. انت قدلت. لا يعني كلاعب. اللاعب ده محتاج وقت. حشو. انت بقول لك حشو ليه? لان هو مشكلة السودا. اه. اللي في ديانج. اه. عمدي فاتحي. السلية. بما يرد. مش مختلف عنهم? ما عندوش اختلاف? لا خالص. اه. ده. ده السلية لما بيكون فايق. اه. بيعمل اسستات وبيلعب بالكعب ويلعب بالدماغ. اه. وبيبيبدأ. لما بيكون فايق واقف على رجل. اه. عمدي فاتحي الفترة الاخيرة دي. ومن اول ما جيه خلي بالك ومن قبل ما ييجي. انا بس انا. المسلماني هو اللي خلاه بقى جبان في كورته. اه. انه لما كان بيخليه يلعب. لبرو مقلوب قدام الاتنين مساكين. اه. فضيع منه كتير. اه. وحمد فاتح على فكرة. لما بيهاجم بيبقى اخطر واحد. في التمنتاشر. اه. وحمد فاتح ما بيكمل. بيبقى اخطر واحد في التمنتاشر. اه. طبعا انا لما يكون عندي العيب زي ده وعنده النزعة دي. مستخدش منه ليه. صح صح. انت بقى كنت بتقلبه بدل ما يبقى في التمنتاشر بتاع الخصف. اه. يبقى في التمنتاشر بتاعك. اه. فانت قللت منه كتير. ودقعت منه كتير. خلي بالك. ماتش الزمالك ولا عامله. حمد فاتح. اه. فيه ماتشات السنة اللي فاتت والسنة والسنة اللي جيه كان بيطلع ويهدف وكان بيعمل اه غزبا عن الراجل. بعد ما بيتخنق. ويطلع يكمل في واحدة والاتنين كان بيجيب له الجنة والاتنين. ده بقى لو خاد اللي هي الثقة دي. اعتقد انه هيبقى من هدفين اتدول. مم. برغم ان هو مش مهاري. مم. بس هو بيروح في المكان الصح. بيلعب الدماغه صح. رجله حلو عالجوم. مم. فانا بقول لك ان مرهان عاطية. لعيب كويس قوي. بس بعيد عن نادي الاهل. يبقى لعيب هاتجا ما كان في الاتحاد. انما عنده تلات دبابات. اقوية جدا. اقوية جدا. فانا شايف ان هو هياخد وقت عبان ما يركب على الناس دي. الا بقى من خلال اصابة واحد يمشي لقدر الله واحد يتوقف بقى فترة. ممكن في حالة مش واحد يتصابف. طيب. كنت كلمتك على المقارنة الخاصة بين الاهلي في اسوان والزمالك في اسوان. تتذكر تصريح اه فريرة ما بعد مباراة زمالك اه واسوان لايمن الرمادي تتذكره او لما يشوها كروه? نعم ده راجل مضيح. انت اي ساعة لما قالك يا ريت تلعبه كده قدام الاندية. قدام الاهلي يباية. هات التصريح كده طلعت عشان التصريح ده. ايش قاله كده? قاله لا قاله قاله انا انا عايز شوفك بتلعب بنفس الاداء والروح لكابتن ايمن الرمادي يعني. خلي بالك اسوان النهاردة كانت وحشة جدا. خلي بالك. بس هي المشكلة كلها ايه? ان الاهلي من البداية دايس. لما انت في مطش الزمالك اسوان هي اللي دايسة من الاول وهي اللي بتضيع وهي اللي احرزت وهي اللي احرزت التاني. واخد بالك فادع بالمفاق كان في اخر ربع الساعة ولا عشر دقائق. مم. ومش هو اللي فاد. اسوان انا بيه اللي اللعيب. مم. التصريح د اصلي يعني اه اه جميع جميع النازل زمالك بتتكلم ان اه اتحققت نبوئة اه فريора بالتصريح بتاع النهاردة او في المباراة اليوم? الاهلي يكسب اي حد النهاردة باللعبة دي. اي حد كان هيلعبه بعد مطش الهلال. مم. و بعد كسر عالم باللعبة دي مش باللعبة اللي يبعب مطش الهلال. باللعبة بتاعة النهاردة دي هتكسب اي حد. مم. فلعبتي الزمالك بتقول لا أنتم عندكو لعيبة بس ما عندكوش مدرب. اتكلم بمنتهى الوضوح. زي ما لسه كنا بنقول دولان. الاهلي عنده لعيبة ومدرب. لا عنده لعيبة. مدرب? لا. عنده لعيبة. لسه المدرب. لسه المدرب. برضو انت مصمم. يا ابني والله العظيم مش هي مش 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 عند. مش شفتش الجبهات اللي بتحصل. جبهات ايه يا ضع عايزكت ساكل. الجبهات ايه? ما شفتش كهرباء. يا ضع جبهات ايه. وحسين الشحات. يا ضع جبهات ايه? انتو جبتوا التاتي جوان وخلاص على كده. ما يعطوش فرصة. ما فيش ايه. يعني انا بنتكلم على الاهلي. ما ديش دعوة احنا ولا. انت بتكلم انتو ايه. انا بتكلم على الاهلي. الاهلي النهاردة كان فيه جبهات فيه شغل خططي كان بيسر. وفين الشوت التاني? انت شفت الشوت التاني عمل ازاي? ايه اسوان هي المستحوزة وهي الاخطر. وخلي بالك ضربة الجزاء لو جت ما كانتش هتفرق. عشان الناس بس ما تقعدش تقول لي ايه? دربة الجزاء كانت فرق. غريب او انت اكترد انت بتكلم الاهلي بتصريح من من بوقك دلوقتي الاهلي يكسب اي حد. جايت تقول لي دلوقتي ايه اسوان. ولا عشان فريرة هو اللي كان ايه للكلام فانت دلوقتي. مين مين? عشان الكلام كان على فريرة. فانت قلت الاهلي ساعيتها بيكسب اي حد دلوقتي لا الاهلي يعني ايه. انا بقول لك ان ارده ايه. ايه. طب وانت ما شفت الشوت التاني. يبقى ما مطردش عليه. لا شفته. النادي الاهلي فين الشوت التاني. ايه? ادى فرص بقى لشدي حسين وبيدى فرص. لا بدهم اشتاعبة في النادي الاهلي تنزل تثبت نفسها وبدل ما تبقى ثلاثة وخمسة وستة. وبعدين انا بخلص بقى الشوت اول. مفيش الكلام ده. لا انا بلعب تسعين. فبالتالي انا برضو لازم انا هدي. النهاردة. عن الركرة تلات نقاط النهاردة كانوا مني النادي الاهلي. يا حبيبي وانت خدتهم وهتاخدهم وانا بقول لك عشان انت نازل من البداية باللعيبة اللي انت لعبتهم دولة وده كان احسن قرار من الراجل لان بعد الهزيمة من الهلال لو انت خسرت النهاردة ولا اتعدل الديني كانت هتتقلب عن الراجل. احنا هنتحق على بعض. ايو ما هو ده طب ايه هزيمة بعد. ايو بقى انت لازم تسعين. يعني ما يتهزمش مطشين واربع عدد يعني. ليه يا حبيبي ما انت خسرت الريال وخسرت فلمين. لا انا بتكلم في طول. ليه والسنة اللي فاتت ما انت. اه. السنة اللي فاتت خسرته وتعدلت وخسرته وتعدلت وقعدت بتا حوالي عشر مطشات ما كسبتش. هم. ما تقولش الاه. بص في وقت من الاوقات انت بتبقى من لطاشة خلاص انسى. وفي وقت من الاوقات بتبقى ماشية معاك انسى. ايو بس مع الاهل قليل. يعني من التلطيشة ما تبقى اشت. يا عم فروح. ما انت السنة اللي فاتت ولا قبلها كنت فين? ده انت كنت جاي من كاس عالم السنة اللي قبل اللي هو كل عشر سنين بيجدوا سنتين كده ممكن. يا راجل. يا راجل ده الدنيا معلومة. ده السنة اللي فاتت. اجاب لك التاريخ? لاب السنة بس. اجاب لك التاريخ? عسألك بس السؤال. السنة اللي فاتت لما زبالك خدت دوري مصر كل الهات زمليكت. مصر كل الهات. اش معنا دلها ما بسمعش الزمليكت. الزمليكت يعني قصدك كله بقى. بتوع المرور تزمليكو. اه. بتوع الحكام تزمليكو. بتوع الاتحاج تزمليكو. احبونا انا على مع الاخطاب بتحصله. ده حتى اللي هي بتاعتي الاعلانات اللي هي دي بتقولك معك يا قلي. ليه اصل رائع الدوي. طيب ممكن اكتب. مدخلناش بقى في حاجات. طمان انت اللي بتجيني اهو. بات خليك في الكورة. خلينا في الكورة. خليك في الملعب. الملعب. السنة اللي فاتت كنت فيه. لا خليك في الملعب السنة دي. ما هو؟ ما هو ازا انا. خليك في الملعب ده بيحصل لأي بطل زي مlifting كنا ما كانت شايف. لا هو طلاقة دي السنة. وبرشل ما كانت ش شايف او بيهم. يرد الله. بما يرد الله. ما شايفش السنة اللي فاتت. بما يرد الله. دوري عارفك اززا. الاهلي بس فت كانٌ في الدوري. يا عملي سرق. وصل الانهوي افريقيا واخد بت混يط افريقيا في السنة اللي قابل اللي فاتت. او نسخ ولات. وصل الانهوي افريقيا. كجدرت اقول لي يا مسهمان يهي لي? ايه? تقدر فكرة ومتابعها لغاية دلوقتي في الدور السعودي. مزبوط بدليل ان هو مشي من غير لشرط جزائي ولا بتاعه وازا كان عاليا. انا فكرة هو رجل اهلك انا ضغط كبير علي. هو ماسك مركز شباب اه 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 حنبولا. هو بالنسبة له في الناد الاهلي. المكسب او انقصارة. سانة 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 سانة. شيء في كرة القدر. احنا عندنا او في الناد الاهلي. المكسب فخر. انا عشان اسيبي الناد الاهلي. لازم امسك فرقة في اوروبا. يا اما اعلى الفرق في الخليج. لو انا امسك في الخليج. صح? تمام. ما امسكش ليه? لان الناد الاهلي يقول لعمل له الشكل ده كله. الحيلمان ده كله. والناس التانية عندها فكر ان هو قليل. فعشان كده شغال في الدرجة التانية في السعودية. وخبالك. اطلع لفاصل. اطلع لفاصل. ونرجع نكمل كلام ده. والمتش اللي جاي الخاص بسان دونز والمباراة دي تأثير على الاهلي في المتش. عشان يفوق. لا لا والله العظيم. لا انت بنكلم عشان المتش الجيدة حاجة كويسة طبعا. عشان المتش صعبة اوي اوي اوي. وخلي بالك. اه. بس اطلع لفاصل ونرجع نبقى نتكلم فيها. طيب. نطلع لفاصل وكممين مع كابتة الريد على البعض لفاصل. هيخود منتخب الشباب بقيادة. طيب هنكمل مع حضراتكم. كابتة الريد عبدالعلم كامل معنا. وحديثنا عن مباراة الاهلي واسوان. عندها طبعا مباراة الاسماعيلي النهاردة والتعادل اللي جابي واحد واحد مع غزة المحلة. وايضا حرص الحدود واعفاركم والتعادل السلبي. سفة سفرة. هتكلم برضو مع كابتة الريد على الاسماعيلي وغزة المحلة وهذه اللقاءات النهاردة. لكن اكمل في الاهلي لان النهاردة المتش يعني بيديك بعض الكلام عن مباراة الاهلي في دور افطال امام سان داونز. ماتش صعب او كابتن. النهاردة الماتش ده برضو يفيد النادي الاهلي عشان الماتش القادم. الماتش يا سان داونز. طبعا. طبعا. ده بيدي اللعيبة ثقة. بيدي للراجل مساحة ان عنده اللعيبة اللي قاعدة بره احسن كمان من اللعيبة اللي هي بتلعب. كده بقت فيه منافسة. اعتقد طول ما انت بتعمل التغيير او الروتيشن اللي انت بتعمله ده. ده في صالحك انت ككلر. قبل ما يكون في صالح النادي الاهلي. ليه? لان انت دلوقتي بتعمل من وانت مش واخد بالك منافسة داخلية بين اللعيبة. يعني تعالى بقى الماتش اللي جاي مثلا لو لعب السلية او حمد فتح. اكيد هيجز بعد ما شاف مربون عطية. تعالى لعب محمد هاني. بعد ما خلت عفتح لعب. بغض النظر. هتلاقي برضو بيجز. تعالى بقى لعب شريف لعب اي حد من اللي ملعبش النهار ده ده. هتلاقي الوضع مختلف. فده فنيا في صالح الراجل. ان هو بيتطمن على لعبته. اللي هي اللي كانت بتلعب. واللي كانت. واللي موجودة معاه في افريق. واللي موجودة معاه. لا وعنده كمان صف تاني ما يقلقش. النهار ده الصراحة. الموضوع اثبت ان فيه. ده بالعطف. صف تاني عند النادي. ده بالعطف. ده من احسن مسجات اللي عملها الالي بالذات الشيط الاولاني. باتطفق معاك. في الدوري. مم. باتطفق معاك. الالي بقاله فترة ما بعملش بمسجات دي. ليه? في حيوية. مم. في حلول كتيرة في الملعب. حسين الشحات من هنا. احملها بقدر من هنا. قفشة من الملع. قهربة. بيجي من ورد يانج. بيجي مرونة عطية. هو بس يمكن محمد اشرف. محمد اشرف. مشكلته ان هو بيعمل من اي حتة اوفر. خلي بالك. اصلا انت برضو مفيش مثلا محمد طروق. مفيش حسام حسن. نعطي الكهرباء جاب جول بالدماج. منين? من ستر. من هنا واحسن الشحات حطها بالمقاس. حتى لو هي من اخر الملعب. بس في واحد عنده الحساسية ان هو حطها لك في حتة تجيب جول. انا قصد اقول له ايه? ان مش عالفاضه على المليان. غير ونوع في طريقة لعبة. مش عالفاضه على المليان عشان هتتحفز. ان انت بتمسل كرة كده بتمجاء عاملها في التمنتاشر. بتمسل كرة كده بتعملها في التمنتاشر. لا. غير رأس. هتخد باصي وبعد كده تكمل حد يعمل اختراك. بتعمل من وراء احمد. زي ما عمل النهاردة بس هي الملعب كدتحس كده ان الكرة بتبقى فيه سريعة اوي. ما لاحستش. هو ملعب النهاردة جميل. شكله حلو بالجميل. لا لا. في سرعة. في سرعة في الكرة. في سرعة الكرة ازا. اه. على ان يجي لما تعرفش ايه هل ان هو الملعب مبلول اوي ولا. اه. هو كده كده كان دايما ملعب خلاص كلها كان من بداية المسلم تقول لها بتتراش. يعني انت ماشي ما بتتراش بتبقى بينا. بس هي المشكلة ان انت بتلعب بالنهارة. فانت ممكن ان مية. تنشر بسرعة ازاك. وانت بسرعة كمان. بس تحس انا كنت شاكك النهاردة ان الملعب ترتان. ان الكرة ما بتجريش كده غير في ملعب الترتان. اوكي. بس. فانا بقول لك النهاردة. لو خالد الفتاح وعندك اشرف كانوا بيعملوا الواجب. بس هو المشكلة ان احمد فيق قوي. وهنا حسين الشيحات فيق قوي. فعشان كده التانيين دولة بيدفع. فعشان كده هم ممكن ما يكونوش تلعوا كتير بسبب فوآن حسين. وفوآن. تشكيلة اللي جاية كتن. تبقى ما تيجي تختار او يختارها كولر. اكتريتها ممكن تبقى من تشكيلة النهاردة. يعني معلول حيرجع. طبعا. هل خالد الفتاح يكمل ولا محمد هيني يرجع? حمد فتحي لو تمام يبقى موجود جنب ديانج. والسلية لو تمام يبقى موجود. يعني بص دولة هيدو قوة. وخلي بالك انا اقول لك اللي هينزل في الملعب بعد اللي شافه النهاردة. لان ده جرس انظار لكل اللي. طب قدام. قدام في خط اماني. لا قدام دلوقتي في الحتة دي. يعني بعد اه محمد شريف لما راح في مصوران مدريد وضيع فرصتين وبعد كده سمعت في فلامينجو لما ضيع الفراض تام. ام. واخد بالك. وبعد كده اه. فيه هجوم عليه. النهاردة الراجل رد على الموضوع ده. ان هو مش مقعده عشان خاطر اه اه اتضيع الفرصة بتاعت فلامينجو. لا لا. قعده عشان ادي فرصة. لا. للشايا دي. لا لا. هي ايه. وبص. الراجل اللي بيقول كده كده انت هاتخى يعني. يا حبيبي بص. وانت لو عاست تديله تديله عشان ما يقعش نفسيا. بقى انت دلوقتي ما تقولش حاجة وتناقض نفسك فيها. انت دلوقتي محمد شريف قاعد عشان ضع فرصتين في الماتشين اللي فاته. يبقى انا ازبط العكس بايه? قديله الشوت الاولاني مش موفق اطلعه وانزل حد. عشان يبقى انت كده عملت اللي عليك والزيادة. عدك العيب وازح. ان انا اهو. اديته يبقى في الحالة دي لما اطلع اتكلم لا انا ما عنديش الكلام ده. انا لا بدليل ان انا لعبته النهاردة. وغدلت. انما. بدي فرصة انت بقى الشادي يا كابتل لو انا بتكلم. يعني احدك لو بالمنطق ده يعني ادي له فرصة انت ما الراجل بتدي له. شادي ايه? ودي الكهربا. ما شادي مش في دماغه. ما شادي مش في دماغه. ما شادي نزل عمل اه. حركة كويسة جدا. ماشي بس شادي وحطه حدا في العرضة. هاي لا. ما اختلفتش معاه. اه. بس هو الراجل شادي مش في دماغه اصلا. اه. لان انت العاص تدي تما تدي شادي من الاول. بدل الكهربا. هو شادي ولا كهربا? مين اللي حتته? شادي. مين اللي جاي في الحتة دي وكان السنة اللي فاتت مكسر الدنيا فيها والسنة اللي قابليها? صح? تمام. يبقى انا لو عايز وعشان اقول ايه? لا انا بجرب. يبقى اجرب مين? شادي. فاخت بلد. تمام. بس? طيب اخد رأيك في يعني الشناوي النهاردة تصديد ضربة الجزاء وكانت يعني في توقيت مهمة جدا. ومش هتفرق وغلوتك ما كانت هتفرق. لان من اقل للمطشاط اللي فرقت اسوان عملتها. بغد النظر بقى عشان بقى. طب بس النهاردة الاستاد يراد. استاد اسوان. بالشكل ده كل الجماهير دي اهلوية. بما فيهم يعني ما اصدقال اكثر كان حضورا كان جماهير اسوان. كلهم اهلوية. مكانش فيه اسوان خالص. اللي الناس اللي كانت مسكت طبعا. بس يعني من تجربة طبعا تنجمي كبير وحضرت مطشاطنا على اهلوية. طبعا. لأ ما احنا عشرنا الكلام ده. فانت عارف ان جميع اسوان بيبقى معها عالمية. بص. لا اصوان لو جابت جل بيروح رابطة. لا لا لا. مش كده مش كده. ولو الاهل جاب جل. لا والله. هما فرحانين هنا وفرحانين كده. اسمع بس عشان. اه. اللي بيحصل بالذات مع جماهير اسوان والفرق اللي هي بتبقى تقلب على طول سواء الاهل او الزمالك. ايه اللي بيحصل? ايه? ان فرقة اسوان بتنزل تسخل الاول. مم. فكل الجمهور يبقى اسوار. مم. اول ما بيشوفوا فانيلا حمره او بيضه الدنيا بتتقلب. طب جميع اسوان اكتر اهلوية ولا اكتر زماركوية? لا اهلوية طبعا. اللي النهاردة حصل ده لا اكتر. على جماهير الاهلي اكتر. بدليل بدليل. الجوني التاني لما جيه. لما جابوا منظر كله كله حتى اللي بيطبيله الاسوان بقى يشجعهم. يعني كان فيه بتا حوالي عشر خمستاشر اه 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 رابطة كده وكانوا بيشجعهم. اول ما جوني التاني الجيه خلاص راموا الفوطة بقى اول بيشجعهم. جمال اهالي اهالي اصوان. طبعا. طبعا. ده ناس طيب. طيب. لا انا كنت عايز سألك على موقف الشناوي رأيك في بعد. لا الشناوي بص معاك هنا. مم. قبل ماتش ريال مدريد لو تفتكر قتلت. الشناوي اللي هيدي الثقة للعيبة. مم. الشناوي الفترة الاخيرة. ملطش. مم. بلغة الكرة يعني. اه يعني مش موفق. مم. اخي الدلت. ولازم يقعد. حتى بعد التصدي النهاردة. يعمل درب الجزاء. خلي بقى لك ماتش الهلالة كابتن هو غضط. لكن برضو صدي ضرب الجزاء. النهاردة بيصد ضرب الجزاء تاني. صدي ضرب الجزاء بعد ايه? هدف. بعد الهدف. اه. انا مجيش. ايه ما تهزش يعني كده. لازم. اه ده انت ده كله بيقول لك نجم مصر الاول. ده في حتة تانية. في حتة تانية دي لو معوش فرقة هو اللي يشيلي فرقة. مم. ده انا بقول لك في مصر هي المدريد انا قلت معاك هنا اللي هيدي الثقة للعيبة في الملعب هو الشناوي. مم. لان الوحيد اللي كده كده هو في حتة تانية بشيط بتقوله كده. فمفروض ان انا ما تهزش ولا توتر ولا يبقى فيه. از فيه ناس النهاردة يقول لك ايه? يعني المزيع اللي كان بيزيع النهاردة يقول لك ايه? اهو رد على كل الضغوط. يا عم ده هيخرجني من افريقيا. هو انت لو المطش اللي جاي. اي العيب بيخطئ. يا حبيبي ماشي. خطأ عادي. بص يبقى مش في حتة تانية بقى. يبقى لما يكون وحش. هو هو حارس مرمى كبير حارس مطش. ما اختلفتش. ما فيش اي واحد بيتعرف. بقال له سنتين بص. بيخطئ يعني. الدور السنة اللي قبل اللي فاتت السبب الشناوي. الدور السنة اللي فاتت السبب الشناوي. لان كرة كرة جماعية. حبيبي قالي. الاسباب اسباب معي. انت دلوقتي. اه. مين في حتة تانية? لا فكرة حتة تانية دي. اسمع بس. عشان هو حارس مرمى. انا نجميل نجوء. هو دلوقتي ميسي لما جاب كاس العالم. مش لوحدة. مين? مش لوحدة. يا قدع ده معا حشو. وحيات ربنا معا حشو. ده فيه لعبة ما اتعرفش يتبص في منتخب الارجاني. انت هتخلي ميسي يعني ميسي كان بيدافع وبيهاجم وبيوقف جول. لا بس بص في الحتة اللي هي بتاعته متميز. انا بعمل لك جول يا بجيب جول. انت عايز منه ايه تاني. انت عايز تقول لي الشناوي زي ميسي مسلا يعني. اه طبعا. في الكرة بتاعتنا هنا. اه. الشناوي واقف يعمل كده ويعمل كده يسهد. ويطرر. رعد يعني رعد ده. عارف رعد. بص بص هقولك على عم. امتى الشناوي يرجع لمستوى ويكسر الدنيا. اما تختفوا تلاتا انا لسه مش بقولك دلوقتي. بص على الصلية المطشي اللي جاي وحمد فتح ومحمد شريف وعلي معلول نفسه. اللي هو ماباد ومقدس. اه. ومحمد هاني. بس عالي معلول. اه. مش قاعد. اه. بص المطشي اللي جاي بعمل ازاي. تمام. هو اللعيب ممكن يكون هو عايز راحة. عايز خلي بالك فيه وقت من اوقات. لازم تبعت شواني. انا كلعيب وانت ومرنا بالحتة دي. كلنا كلنا. في وقت من الوقت بتبقى خلاص انت شبعت من الكورة. مش عند ما عندكش دافع ان انت تقدم تاني. فلازم تبعد. عشان يبقى فيه اشتياء. خصا هنا ان الاتصال المواسم ببعد وما فيش راحة. وغير كده. انت انت عشان تحافظ مستوىك وتبقى في حتة تانية. خلي خلي الناس تلعب عشان انت ترتاح. عشان لما ترجع ترجع يبقى فيه اشتياء يبقى. خلاص الشناوي. لا يبقى في حتة تانية زي ما انته بتقوله. والناس بتقول اللي هي المطبلطية اللي هي. هم اللي وقعوه خلي بالك. والله العزيم. والله. طبعا الشناوي حارس مرمى امكانياته عالية جدا. بس حلو. وحش. بيغلط. ما بيغلطش واقف. ما انت لو خطفته تلات اربع ماتشات اكسم بجلالة الله. هيبقى في حتة تانية بقى زي ما انته بتقول. قبل ما اطلع الفاصة كبتان اخد منك باس تقيم لعبة النادي الاهلي النهاردة. عشان هرجع على سؤال عالنادي زماني كو ماتشقة من امام التراجل. ماشي. ماشي? الشناوي كبتان. ستة. ستة. اه. لان كان واحدة وققت منه ما ينفعش. اللي هي طلع خدها وققت ما ينفعش. خلي عبد الفتاح. لا تلاتة ما حسنش بيخول. متولي? متولي خمسة. عبد المنعم محمد عبد المنعم. ستة. محمد اشرف. اربعة. الو ديانج. سبعة. مروانة عطية. ستة. حسين الشحات. تسعة. افشا كابتن. سبعة. احمد عبدالقادر. ستة. كهربا. ستة. اه بتدي تشادي حسين نزيف دا ستة. اه. خمسة. القندوس يا كابت. عايز اقول حاجة على القندوس ده. اه. اكسم بالله. لو زياد طارق ومصطفى مشت خدوا الفرصة بتاعته دي. اكسم بالله يكسروا الدنيا. وبلاها. لان انا عايز اجيب واحد في الحتة اللي قدام. مش في موضة دلوقتي طلعة. الاهل عايز فرود. اوفر الفلوس دي واجيب فرود صح. يعني كويس. هو العيب كويس. كويس. بس مش هو اللي امتى اللي احنا متوقعينه اللي هو يعمل فارق كبير قوي. الايام بقى. ماشي. هنشوف بقى الايام بيننا يعني. اه رامي ربيع هستدينه. اه. اديله اديله تلاتة. لاني نزل فوقت. بس كان مرتاح يعني. مفيش ضغط على برس توقف. برس توقف. بصراحة يعني انا بحب اللي عب. لعب كويس حقيقي. جدا. والله العظيم من اخطر اللعيبة اللي هي بتمسي القورة وايجابية صح صح. طاهر كتن. طاهر ده معرفش بصراحة يعني اه مش هدله او حاجة. عشان بس ما ما يزعلش. طيب. نطلع لفاصل مدام انتو مش حيست قايم طاهر. نطلع لفاصل ومكمالين مع كبيرة. قبل الفاصل بس اتكلم على اه. اه. افشة. اي افشة ضيع كورتين. اه. واحدة في اه ماتش الريال بين. اللي هي تعمل عرض. اه. ما تنسوش يا رجالة ان الراجل ده هو اللي جاب لك الجول موصلك لماتش الريال. ما بتتحسبش كده كنت في القورة. لا. ما بتحسباش كده في القورة. لا لا بتتحسب كده هو مع ناس تانية. اه. انا عايز اقول لك. انا مش تفريق. انا عايز اقول لي جامهير الاهلي ما تعملوش افشة ومحمد شريف بالقطعة. اه. لان الناس دي عملت. انتو سندوهم عشان ترجعوهم تاني. مهم جدا المسند. بس. مهم جدا. عندما مش انت يضيع فرصة. لا 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 ما يلعبش تاني. ما ينفعش. تمام. مع محمد شريف ده اللي لسه جاب جنيب في الزمالي. صحيح. افشة ده اللي هو في مطش سياتل الدول اللي صاحب. وصاحب اغلى هده. هو اللي وصلك انك تلعب لريال مجرد. هو النهاردة. هو النهاردة. الراجل الداخلي شو ضربة الجزاء علشان هو. ما عندوش رحمة. انا برضو عايز افشة كابتن برضو عقليته يفكر بشكل افضل في القورة. حبيبي والله العظيم هو هو ماشي كويس. بس هي. بص اللعيبة اللي بتبقى عندها حلول دي اسألنا انا واسألك انت. عندها حلول ماشي. عندها حلول دي بتتأثر بالجماهير. ده حقيقة. انا متطفق معك في النقطة دي للعيب الحريف زي كده. كان جماهير لما تهاجمك. ما بتشوفش. انا بتشوفش. نطلع لفاصل ونكملين مع حلقكم بعد الفاصل. هنكمل مع حضراتكم. مطبقة من الحلقة مع كابتن رضا عبدالعيل. كابتن رضا عايز اخد بقى النقطة تانية. ممكن اكلمت على الاهلي ما بعد اللقاء وتأثير اللقاء ده ونتيك تو على ماتش ساندونز. ان شاء الله نتمنى توفيق النادي الاهلي. ماتش صعب اكيد. ماتش الجيم ماتش مش سهل. خصوصا ساندونز عايز يخلص برضو. تواجده والتآهل. اه والتآهل. اه والتآهل. عايز يبقى. كسب تسع نقاط تعادل برضو بالنسبة له شيء. يعني بيضمن التآهل. اهلي هو اللي محتاج يعود مرة اخرى ويصلح. ماتش هنا ولا ناك. لا الماتش هنا كابتن. هنا? ماتش هنا اه. ماتش اولاني هنا. زي مالك يا كابتن. نفس الموقف اللي ممكن بتكلم فيه بالنسبة النادي الاهلي لكن موقفه اصعب واصعب. طبعا. هي كانت فرصة عمره ان هيكسر ماتش اللي فائد. ترجي برضو عايز يحقق العلامة الكاملة. مش العلامة الكامل. بص. اه. انا عايز اكسب عشان. اه. اتآهل. ما يبقاش فيه وجه. هو تسع نقاط اتآهل كابتن. ايو. ما انا بقول لك عشان ما هو عايز بدري بدري. عشان لو حصل في الامور امور. يبقى هو مقامل نفسه. هم. وهم المشكلة ان الاهل والزمالك على المطشين الافريقية. بتقع افريقيا مش حلوين. هم. فكل واحد هيجي طمعان. سواء ان الترجي او. هم. فبينقول ايه. اني ما اكسب النهاردة بيدي سكة. اللي عايبت النادي الاهلي والجماهيره والجهازه الفني. هم. انا كان نفسي ان الزمالك يلعب ماتش سيراميكا. في الدوري. اه. طب لو كان حصل شيء اكتن بالنتاج السلبية اللي فاتت دي. كنت قل لي عممكن يعز. ما انت عايزت فوق يا فاروق. مانش ما سيراميكا فريق قوي. اقدر الله حصل شيء. مسلا بنا. انا بتكلم عشان ماتش. انا مش يعني انا مع كل الاحترام. اه. النادي الزمالك. لما هيلعب. مش هيلعب النادي الاهلي. عشان نقول نأجل للماتش. كنت ما انت قولت انه بيتغلب من اسوان واتغلب. ايوة ماشي. بس انت دلوقتي. دلوقتي. عم بنتكلم. بنتكلم ان الفترة اللي فاتت. اه. هو بقى له الماتشين كسب ماتش وتعادل ماتش. اه. فإلى حد ما هتمشي. اه. كنت عايز اللعبة يبقى رجليها في الملعب الاسبوع ده. لا ويكسب. ياخدوا ثقة زي ما النهارده النادي الاهلي عمل كده. اه. واخد دلت. على الاقل الماتش اللي جاي ده. اللي هو بتاع الترجل. ترجل. كان يبقى لعبت الزمالك او الراجل يبقى عنده اللعبة اللي يقدر. اه. يعني بيقول لك ايه تجربة للماتش اللي هو اللي جاي. انما انت دلوقتي الزمالك بقى له قد ايه عشر تيام ملعبش. صح? تقريبا اه. اه. او ما يوصل للماتش انت يوم. الماتش السبت. يوم السبت. اخشه له مثلا في 12 13 14 يوم. فده كتير قوي. فانت كنت مفروض تعمل طريقتك على الماتش بتاع سيراميكا ده عشان تاخد الثقة. عشان لما تروح الترجي يبقى اللعيب رجليه في الملعب وعنده ثقة المكسب. شايف ايه في الماتش ده بالنسبة للزمالك. صعب. صعب جدا. وهقول لك على حاجة. انت صعبت على نفسك بالماتش بتاع بلوزداد. اه. وبعد كده. مفروض ماتش المريخ. ان انت. لساعة الماتش الاولاني. يبقى لازم. رأيك. اه. لازم اكسب الماتش التاني. تعرف كابتل نبيل معلول قال ايه? اه. بعد الماتش اللي هو كسب. وماسك الفرة. اه. مسك ترجي. بعد الماتش اللي هو كسب بلوزداد على ارضه. قالك انا شايف ان اللي موجود في الربع النهائي. اه. فريق شباب بلوزداد يبقى موجود في الربع تعرف ده معناه ايه? ايوة ان اه ده اه يعني اكتر فريق زهقوا في الملعب عشان كده بقول كده. وشايف ان فرقة الزمالك. هتبقى موراً منافس. هم. ومعنى ان هو اكسبه ايه كمان. ايوة. يعني ما يقول تصريح زي ده تعرف ان هو تفرج على الفرق كلها اللي هي معانا في المجموعة. هم. فهو لما لعب كمان شباب بلوزداد فهو ممكن ادي له ايوة. بس فرقة قوية. فرقة مثلا اه تكتكان عالية. هم. فعشان كده انما هو شايف اكيد الزمالك وشايف. ما يديش حافز للعبة الزمالك. ده طبعاً ده انا لو منهم بقى يعني لازم ارد عليه في الملعب واكسب. فعكر داره. والمطش ده لو كسبه انا بقولك هتفرق كتير قوي مع المدير الفني واللعب والجمهير طبعا. اربع نقص. خلاص بقى انت بعد كده. بعد كده انت انت خرجت اقوى فرقة. هم. واخد بالك يبقى انت عندك الترجم يجي لك هنا تكسبه ان شاء الله. المريخ يجي لك هنا تكسبه ان شاء الله. واخد بالك وهناك في بلوزداد اتعادل. هم. لو انش يرجع كابتن لو انش جاهز. ترجعه في موصف ازي ده? على حسب الراجل ورؤيته له. هم. قال انه هو دخل فورمة او اكتمل مثلا البدن بتاعه خمسين ستين في ما يلعب. هم. لان بصراحة ديفنس حاجة كالك من ده. طيب قبل بس ما عشان الحلقة بتخلص مني وانا عندي كلام عن متخبنا الوطني الشباب بكرة. ماتش صعب قدام ناجيريا. شفت ماتش اهلين يا كابتن? لا. شفتوش. لا. طب شفت ماتش السناغال وناجيريا طيب? لا. شفتوش. انا او مرة عارف مصر في الفتورة. بكرة ماتش مع ناجيريا. اه. بكرة ماتش ربنا وفقهم. سعب عكبتن. بس يبقى في كلام بعد الماتش يعني ان شاء الله في حالة. ناجيريا خسرت من السناغال واحد. ايوة. والسناغال هي المتصدرة. ومصر اتعدل. ايه مجموعة مصر فيها مين? موزنبيق اتعدلت مع مصر في اول ماتش. اه. السناغال كسبت ناجيريا واحد صفر. وبالتالي. يعني معنا سناغال وناجيريا وموزنبيق? موزنبيق. موزنبيق ايه بقى انت لازم تكسب بكرة? ده مهم جدا. ده لازم عشان ان انت تضمن ان انت تبقى احسن توالي. مسلا. مسلا. اه. مسلا. فانت يا ربنا يوفق بكرة. عايز تكلم على الاسماعيلي طبع? ياريت. يعني النهاردة بصراحة يعني. طبعا كلنا كل المحللين وكل اللي له في الكرة طبعا صعبان علينا النادي الاسماعيلي وجماهير والكلام ده. فانت كنت عامل مداخلة مع كابتن اشرف فبيقول لك ان اللعيبة ملكزتش في الاخر والكلام ده. انت فرقة مطروض منا واحد في اخر الشوت الاولاني. ام. يعني انت بتقول ان الاداء ايه ما انت بتقول ان ما بتكش. لا بس وشن وعتي بس. طب يا عمت خلعة تصبر شوية هنتكلم كلمتين بس عشان ندي. قولك اتقول. يعني انت فرقة مطروض منا واحد وانت كسبان واحد. انت بتقول ان الفترة الاخيرة الاداء اختلف. لا. هو اللي اختلف كله ان ميدو بيكلم الناس نفسيا كويس. انما ككورة في الملعب. لا مش حاسسها. مش حاسسها. السنة اللي فاتت حسناها مع اه حمزة الجمل. ام. قلنا في في كاب بعد كاب مطش كده. قلنا لا الفرقة قوية والفرقة مش هتهبط. لا وفيه كده شكل الفرقة وفيه شخصية. ام. السنة دي لغاية دلوقتي اي فرقة بتمسك كورة على الناس. تفتكر التغيير ام. لا انا ما بكلمش على التغيير. انا بسألك بسألك بسألك. لا لا وانا لو من حمزة لو هيجي لما يجيش. ام. مع كل الاحترام. ام. وانا من الاول لو انت اديتني الصلاحية وجبت اللعبة والكلام ده. كان يبقى هو المسؤول. تبتقول الميدو يكمل عادي اه طبعا ولازم يكمل. بس انا بتكلم على كلام ان هو ما حصلش وما بيحصلش. يعني حيطة ان احنا لا الاداء بيتطور هو ميدو. ميدو بيكلم اللعبة كويس. حبيب اللعبة فيه. جزء من المباراة بشكل معين. بس ادامة لغاية. وقت معين وبعد كده بتفلت من اللعب. صحيح. وده غصب عن ميدو. ولو جبت حتى جوار دي ولا. ام. مع اللعبة دي هيحصل الكلام ده. ام. بس انا بقول لكابتن اشرف. الاداء ما بيتطورش. مش هي دي شخصية الاسماعيلي بتاعت السنة اللي فاتت. اقل حاجة. بعد اه الدور التاني. طبعا. وربنا يوفق وان شاء الله نشوف الاسماعيلي في الفتر اللي جاية احسن واحد. ده مش معناه ان هو غير. ام. انا ضد التغيير. عد الفرصة الميدو. يعني هتمشي. والحقيقة لازم ندي حق اه جميعين الاسماعيلية النهاردة كنتمتواجد دا. طبعا. وتواجد دايما خلف فريقها. واكيد حزينة يعني بالشكل والنتائج. لا بعدين ده ما تطورد واحد وتعادل في اخر لحظة. صحيح. كابتن رضا انا بشكرك. حبيبي يا الوقت. مانا لديك التوفيق دايما كابتن رضا ان شاء الله عنده مباراة الساعة سابعة. قبلها هتكون مباراة طبعا هتكون قدام ناجيريا. قبلها مباراة موزنبيق والسنغال هتكون الساعة اربعة. مازال طبعا كأس الامة افريقية على ارض مصر. جنبيا النهاردة كسبة تونس وبينين اتعادلت مع زنبيا. دا يمكن نتائج النهاردة ومتشاة بكرة في بطولة الامة افريقية للشباب من التوفيق دي منتخبنا الوطن. بكرة هنكون معاكم خلال زميني وصديق الاسلام صادق. هيكون معاكم وتحليل كل الامور الخاصة بالكرة المصرية ومتش طبعا مصر وناجير. تسبب على خير.